وبشأن التصعيد بين بغداد و أربيل ينضم إلينا عبر الهاتف أوس المختار الصحفي والناشط العراقي من في الناس سيد أوس سلام الله عليكم بداية يعني كيف تقرأ تكليف لعبادي للفريق عبد الأمير الزيدي لقيادة عمليات ما وصفها بفرض القانون في مناطق كردستان العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة الوضع الحالي ما بين بغداد و كردستان وضع متأزل جدا والغاية هو تصعيد الفتنة بين الشعبين الشعب الكردي والشعب العربي في العراق لذلك ما تقوم بحكومة بغداد هو محاولة صب الوقود على النار لتأجيج هذا الصراع حكومة بغداد تسير وفق منهج إيراني في استهداف جميع مكونات الشعب العراقي وإحداث تغيرات ديمغرافية داخل العراق لذلك كل خطوات التي تقوم بها حكومة بغداد هي بتوجيه إيراني وموافقة أمريكية سيد أوس يعني العبادي دائما نراه في تصريحاته يدفع إلى التصعيد مع كردستان العراق خاصة أن هناك يعني إرادة دولية نحو الحوار والتفاوض على رأسهم كانت الولايات المتحدة تدعو إلى الحوار لكن من المستفيد الآن من هذا التصعيد سيد أوس الحقيقة الولايات المتحدة لديها سياستان سياسة معلنة وسياسة باطنية السياسة الباطنية التي تنتجها الولايات المتحدة كما قلت سابقا هو تأجيج الصراع ما بين المكونات داخل المجتمع العراقي وإيجاد نقاط خلاف جديدة ما بين المجتمع العراقي لذلك الحكومة الأمريكية وحكومة الضم تحاول جر العراق والعراقيين بصراع جديد صراع طائفي وصراع قومي لذلك كل ما تقوم به الولايات المتحدة من إعلان عن محاولة لحل النزاعات بين العراقيين بالحوار هي دعاية وبروباقاندا أمريكية الهدف منها هو تأجيج الصراع بين مكونات الشعب العراقي والخطر الحقيقي كما قلت قبل قليل هو ما يشكله الحجد الشعبي التابع للحرس الدوري الإيراني في استهداف العراقيين سواء من مختلف المكونات القومية والدينية للعراقي طيب سيد أوس يعني العبادي اعتمد على الدعم الدولي ودعم الولايات المتحدة فيما يخص استفتاء كردستان العراق لكن أربيل ما الذي تعول عليه لإيقاف هذا التقدم العسكري للقوات المشتركة؟ ما الذي تعول عليه أربيل؟ ربا الحقيقة الأمير كان وضع خطوط حمراء للعبادي هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها على الأرض في المحافظات الثلاثة لذلك الآن الصراع يحتدم حول المناطق المتنازع عليها أو المناطق التي كانت سابقا تحت سلطة بغداد وخارج سلطة منطقة الحكم الذاتي لذلك هناك التزام أعتقد وهناك صراع سياسية حكومة إقليم كردستان تحاول بالذات السيد البرزاني يحاول أن يحقق مكاسب سياسية هناك تنافسات سياسية داخل منطقة كردستان وأحزاب سياسية ترفض حكم العائلة سواء كانت عائلة البرزاني أو عائلة الطلباني لذلك يحاول أن يحقق مكاسب سياسية تعتبر مصيرية بالنسبة لبقائه ضمن السلطة في إقليم كردستان وبغداد كذلك تحاول أن تحقق مكاسب سياسية لذلك الطرفان لديه كل واحد أحداث متناقضة مع الآخر سيد أوس وزارة البيشمرقة أكدت حتى الآن لا وجود الاتفاق بين بغداد وأربيل لكن هل تعتقد أن أربيل على استعداد لصراع عسكري موسع إذا انفجر الوضع أكثر مما شهدناه في الأسابيع الماضية أربيل لا تستطيع القتال وحدها هناك بدون دعم دولي والدعم الدولي يعني هناك شروط لدعم دولي لأربيل ربما في المستقبل حينما تحاول الولايات المتحدة فرض ضغوط على إيران خصوصا بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني فتكون هناك حرب في شمال العراق حرب البروكسي ما بين الميليشيات الإيرانية وحكومة أربيل إيران ستدعم ميليشياتها وتسجها بكل قوة لقتال الأكراد والأكراد سيتلقون دعم دولي من مختلف دول العالم وربما أيضا دعم أمريكي لذلك الفتنة واقعة وهذا خطر حقيقي على أبناء الشعب العراقي من 2003 وإلى حد الآن هناك السياسة الغربية السياسة الأمريكية الإسرائيلية الهدف من سياساتهم هو شق وإيجاد فتن ما بين الشعب العراقي لذلك المستقبل مع الأسف غير واضح وهناك أمور غير واضحة مع الأسف أوس المختار الصحفي والناشط العراقي من إيفينا شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر